موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام يا مرحبا بكم معنا من برنامج أجندة الشرقية اللي نطلع عليكم من خلاله على كافة الأحداث والتفاصيل التي تحدث في المنطقة الشرقية وللمزيد من هذه الأحداث والتفاصيلها تابعونا ومن الأحداث الثقافية في المنطقة الشرقية نظمت دارت الثقافة في المنطقة الشرقية برنامجا ثقافيا بعنوان مناقشة كتاب موسيقى تتعدد الفعاليات الثقافية التي تساعد على نشر الثقافة في إمارة الشارقة وتحقيقا لهذه الرؤية نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية برنامجا عنوانه مناقشة كتاب بتعاون مع معالي الدكتور عبدالله محمد بالحيف النعيمي وزير التغيير المناخي والبيئة سابقا في مسرح جامعة الشارقة فرع كلباء وذلك بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خرفكان ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية وعدد من موظفي الدوائر افتتحت الجلسة بعرض مادة مرئية تتضمن سيرة معالي الدكتور عبدالله النعيمي وانجازاته في مجالات عدة واستهل معاليه بنبذة عن الأدب والثقافة ودورها المهم في المجتمع وأهمية المضمون الذي يبقى عالقا في الأذهان كما ناقش واقع الثقافة والفكر العربي وكيف ننقلها بالمعطيات التي نملكها كالمجالس الأدبية ومعرض الكتاب والمبادرات الثقافية النهيرة في هذا الصرح العلمي المهم جامعة الشارقة التقيت اليوم الحقيقة في هذه الجلسة الهامة لربما الشعر والأدب العربي تشرفت بوجود الشيخ سعيد الشيخ عيثم زملائي الحضور تكلمنا الحقيقة حول واقع حال الثقافة والفكر العربي من منطق البتفرج أنا أحب الشعر وأقوله ولي في محاولات ربما جادة ولكن في مجمل هذه القصائد اللي عرضت اليوم الحقيقة عرضت واقع الحال كيف نحن نعيش في الوطن العربي كيف نرى الفكر العربي كيف نرى الثقافة العربية كيف نستطيع أن ننقلها بهذه المعطيات اللي نجدها اليوم أثريت الجلسة بعددا من قصائده المتنوعة في مجالات عدة التي أضافت لها جانبا مميزا في مجال الشعر الذي يتميز به وصاحب القصائد عروض مرئية تتصل بالقصائد التي ألقاها وبالقصص التي كانت خلف كتاباتها كما وقت تمت الجلسة بتكريم كل من أسهم في نجاحها ومن مدينة كلباء وبالتحديد من جامعة الشارقة فرع مدينة كلباء اللي نظمت معرض بعنوان المشاريع الريادية الصغيرة لدعم المشاريع الريادية الصغيرة وتحفيزها نظمت جامعة الشارقة فرع مدينة كلباء بالتعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بكلباء المعرض الوطني لمخطوطات القرآن الكريم وذلك بحضور الشيخ خيثم بن صغر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء وعدد من مديري الدوائر الحكومية وموظفيها تضمن المعرض مخطوطات ومصاحف قديمة نادرة إلى جانب لوحات فنية قدمتها الفنانة التشكيلية نجاة مكي ركزت من خلالها على عنصر المرأة وعدد من المشاركات المختلفة طبعا من سياسة استراتيجية جامعة الشارقة أن تتبنى أيضا هذه الإبداعات لتصل أن الفكر الطلابي ليس فقط فكر تعليمي إنما أيضا يرتبط بالمجتمع من خلال أيضا يأخذ بجانب التسويق المثمر في تبني هذه الإمتيازات أو هذه الإبداعات الطلابية وحقيقة اليوم الحضور كان جدا ملفت وحقيق راقي في بيان مثل هذه وسيستمر إن شاء الله تعالى المعرض يومين سيكون هناك أيضا سحوبات ضخمة من تذاكر سفر وكوبونات عالية القيمة ونتمنى إن شاء الله دعم المجتمع في زيارته للمعرض تهدف جامعة الشارقة فرع كلباء من خلال المعرض إلى تمكين الشباب ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من خلال تقديم أفكار إبداعية في مجال الأعمال مصحوبة بمهارات إدارية وتنفيذية قوية وهذا ما يعزز من غرس ثقافة ريادة الأعمال لتنشئة أجيال تتمتع بالقيادة والإبداع والمسؤولية والطموح ومن مدينة خرفكان وبالتحديد من مدرج خرفكان الذي شهد الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية شهد مدرج خرفكان افتتاح العمل الفني الخارجي مصلى يتسامى إثنان للفنان الكويتي جاسم النشمي افتتح العمل الفني محمد إبراهيم القصير مدير المهرجان بحضور المستشار الثقافي في القنصلية العامة لدولة الكويت بالإمارات الدكتور عبدالله الكندري إضافة إلى فنانين وإعلاميين من مختلف دول العالم ابتكر الفنان جاسم النشمي لمسة جديدة اذ طبق النظرية الهندسية الموجودة في الزخرف الإسلامية التقليدية في فضاء ثلاثي الأبعاد يأخذ منطق البناء المعماري إلى حد حرفي وهذا ما يعبر عن مشاعر السلام طبعا جزء أساسي من مشاركتي وهو إبراز النقوشات الإسلامية بطريقة معاصرة فالهدف كان أن أأخذ نقشة إسلامية وهذه من أقدم النقشات الدمشقية وأفككها بطريقة معمارية وأرد تصنيعها عن طريق الحديد وقبل كانت خشب لأن هالمرة كنا نتعلق ونصير أطول وأطول فتتكلم عن نظرية الذرية اللي هي كل ذرة كل قطعة دائرة قاعد تتكرر وقاعد ترتبط بالقطعة الثانية اللي يمهوها يمثل المجتمع أن المجتمع يعتمد على بعض صنع الفنان جدارا فاصلا يفصل بين الشخص في الداخل وبين من حوله من خلال التلاعب بالضوء والظل استولهم الجدار القائم من الشبك المستخدم في نوافذ العمارة الإسلامية إذ تمثل الذرة فردا ولا يمكن للفرد أن يعيش وحيدا من دون الأشخاص وهذا يخلق حالة جماعية يعتمد فيها الجميع على الفرد من خلال برنامج أجندة الشرقية دائما ما نتجه إلى جهة من الجهات الحكومية ولهذا الأسبوع اتجهنا إلى مدينة خرفكان وبالأخص إلى المجلس البلدي في المدينة نتعرف على بعض المهام وأيضا أجندة الفعاليات التي قدمت هذا العام نحن في المجلس البلدي لمدينة خرفكان طبعا معنيين بالاختصاصات والمهام الموكلة إلينا من قبل مجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وكذلك نحن دائما وأبدا يدنا بيد أخواننا وزملانا في الدوائر المحلية والاتحادية في مدينة خرفكان وذلك من أجل القيام بالمهام الموكلة إلينا لأن التعاود ما بين الإدارات والمؤسسات الأخرى هو طبعا يصد في مصلحة المواطن والمقيم في مدينة خرفكان وإمارة الشارقة فمن ضمن الاختصاصات والأعمال التي يقوم بها المجلس البلدي طبعا هناك لجان مشكلة وهذه اللجان طبعا لها لجان الأراضي ولجان طبعا لها فضل منازعات والتواصل الاجتماعي ولجنة العزب وما إلى ذلك من اللجان التي موكل إليها القيام بتنفيذ طلبات الأخوة المواطنين والمقيمين وكذلك هناك طبعا أمور أخرى نتعاون بها مع بلدية خرفكان وذلك تنفيذا لطلبات الأخوة المواطنين الأخرى التي تختص في مدينة خرفكان ومسائل التنظيم في المدينة أو مسائل تنفيذ طلباتهم الأخرى كذلك المجلس البلدي حقيقة معني في تفعيل بعض الفعاليات والمشاركة بالفعاليات المجتمعية التي تقام في مدينة خرفكان من قبل طبعا المؤسسات الاتحادية والمحلية في مدينة خرفكان فالحقيقة المجلس البلدي يتلقى هذه الدعوات ويلبي حتى يشارك المجتمع في فعالياته وفي احتفالاته وكذلك المجلس البلدي ينظم بعض الفعاليات حقيقة ومثال على ذلك هو قام بتنظيم احتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة العزيزة وطبعا بالتعاون مع هيئة الانماء السياحي في الشارقة والممثلة في مكتب مدينة خرفكان ودائرة الثقافة في مدينة خرفكان وكذلك معهد التراث فنحن حقيقة يدنا بيد مع اخواننا وزملانا في جميع المؤسسات في مدينة خرفكان وذلك للارتقاء بالعمل في خدمة المواطنين والمقيمين دائما في المنطقة الشرقية نتجه الى كافة الجهات المحلية والحكومية لنطلع على كافة فعالياتها ونقوم بتغطيتها من اجل نقل كافة هذه التفاصيل عبر برنامج اجندة الشرقية وللمزيد من هذه الاحداث وتفاصيلها تابعونا في برنامجكم اجندة الشرقية دمتم بخير اشتركوا في القناة